وصفتنا النهاردة هتعالج اسمرار ما بين الفخدين ومنطقة البكيني وكمان هنرتبهم بشكل عالي جدا انا راني ابو حطب اخصائت العناب البشرة والشعر والجسم تابعون معانا مكوناتنا النهاردة فوائدها قوي جدا في الترتيب والتفتيح معانا جيل الصبار ده مرتب قوي جدا للجسم معانا طبعا زيت العرقسوس وده نتكتب فعالة في التفتيح درجة عشر درجات عن بشرتك الطبيعية ده لوحنا حطناها على بشرتنا لكن لو استخدناه في اماكن البكيني ومنطقة البناء الفخدين بتبقى نتكتب اسرع بكتير لان المنطقة دي مش بتتعرض للشمس فبالتالي هيبدأ التفتيحه اسرع معانا بكتير ومعانا طبعا زيت لبان الدكر ده يعتبر ملك التفتيح والطبيعيات في العالم كله يعني كل الشركات العالمية لازم يخش معاها لبان الدكر في التفتيح لانه كلاجين طبيعي للبشرة فهيفدنا جدا في وصفتنا النهاردة تعالوا نشوف هنعملهم ازاي اول مكون معايا هو جل الصبار هنحتاج منه 3 معلق تمام انا هنزل معلقة الاخيرة معنا تاني مكون معايا هو زيت لبان الدكر معلقة برضو طبعا احنا هنلاحظو احنا بنخلطهم ان جل الصبار بيبدأ يتحول معايا كريمي لان من خواص جل الصبار او ما تحطى عليه اي نوع الانواع زيت يكون معايا كوام كريمي ده اسعاره غالية جدا بره عشان كوايده عالية انت عملتيه في البيت بتكلفة قليلة طبعا بنفس المفعول يمكن اقوى كمان لان انت جايبها خمات تأكدة منها في الوقتي بقى معايا كريم مرطب لتفتيح منطقة بين الفخدين جاهز وعلى الاستخدام مباشرة طيب هنستخدمه الزيت هنيجي منطقة بين الفخدين والبيكيني هنكون طبعا المنطقة دي جفة تماما يعني كل ما نخشي حمام نحاول نخليها جفة باستدامة لان ما تكون المنطقة دي مش مش جفة هي تعمل الاسمرار طبعا مع التهاب فهنخليها جفة وهنبدأ ندهن عندي كريم 3 مرات اليوم او 4 مرات يعني كل ما تحسن الجلد شربه تقوم يحطى تاني الكريم دي بقى عشان عايز المنطقة دي اول ما تترطب بالكريم والفوائد زيوت هتدخل تحت الجلد هتلاقي ان التفتيح حصل معاك سريع جدا جدا جربوها وليل رأيكم ايه واشوفكم في وصبك جديدة على خير ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة